استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي اللواء دروس الزبيدي مبعوث لامين العامة للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غرندبورغ وناقش اللقاء الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي والأشقاء في الإقليم لعادة إحياء مسار السلام وفي مقدمتها سبول تخفيف التوترات في بلادنا والمنطقة واستمرار الجهود نحو وقف طلاق النار في جميع أنحاء البلاد وتدابير تحصين الظروف المعيشية ووضاحة للانهيار الاقتصاد المتسارع وتوفير ظروف ملائمة لاستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة